أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الوسواس الصوت الخفي الذي لا يحس الخناس صيغة مبالغة من الخنوس وهو التراجع والاختفاء الجنة أي الجن في مقابل الإنس أما هوية هذه السورة المباركة نزلت هذه السورة في مكة المكرمة وآياتها ستة أما من حيث محتوى هذه السورة وفضيلتها الإنسان معرض دائما لوساوس الشيطان وشياطين الجن والإنس يسعون دائما للنفوذ في قلبه وروحه ومقام الإنسان في العلم مهما ارتفعت مكانته في المجتمع مهما سمى يزداد يعني كل ما سمى يزداد تعرضه لوساوس الشياطين ليبعدوه عن جادة الحق وليبيد العالم بفساد العالم هذه السورة تأمر النبي صلى الله عليه وآله باعتباره القدوة والأسوة أن يستعيذ بالله من شر الموسوسين فمحتوى هذه السورة يشبه أو هو شبيه بمحتوى سورة الفلق فكلاهما يدوران حول الاستعاذ بالله من الشرور والآفات مع فارق أن سورة الفلق تتعرض لأنواع الشرور وهذه السورة تركز على شر الوسواس الخناص إن رسول الله صلى الله عليه وآله اشتكى شكوى شديدة ووجع وجعا شديدا فأتاه جبرائيل عليه السلام وميكائيل عليه السلام فقعد جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه فعوذه جبرائيل بقول أعوذ برب الفلق وميكائيل بقول أعوذ برب الناس وروي عن الإمام محمد بن علي الباقر صلى الله وسلم عليه أنه قال من أوتر بالمعوذتين وقل هو الله أحد قيل له يا عبد الله أبشر فقد قبل الله ويتركه ولو أردنا أن نتمشى في كنف هذه السورة المباركة ضمن نقاط مهمة وملاحظات نستفيد منها في حياتنا نلاحظ أن هناك بعض الأمور التي تشير إليها هذه السورة المباركة وأول شيء هو الوسواس الإنسان مركب من العقل والشهوة والملائكة من العقل فقط والحيوان من الشهوة فقط كما ورد في بعض الأحاديث لذلك كان من الطبيعي أن الإنسان تتجاذبه الموجات المتقابلة من جهة موجة إلهية ملائكية ومصدرها العقل ومن جهة أخرى موجة شيطانية إبليسية ومصدرها الشهوة فهما يتصارعان فإذا تغلب العقل عقل الإنسان على شهوته أصبح أفضل من الملائكة وإذا تغلبت شهوته يعني شهوة الإنسان على عقله أصبح أخس من الحيوان هذه الأمور لا بد أن تكون واضحة عند المتتبع لروايات أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم والآيات القرآنية من هذا التصارع والتضاد في روح الإنسان وقلبه يدخل الوسواس لكي يغلب أو يغلب جهة الشهوة والهوى على جهة العقل والحكمة ولقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه فإذا أو في قلبه أذنان في جوفه إذن ينفث أذن عفوا أذن أذن ينفث فيها الوسواس الخناس وأذن ينفث فيها الملك فيؤيد الله المؤمن بالملك وذلك قوله تعالى وأيدهم بروح منه وعنه عليه السلام ما من قلب إلا وله أذنان على أحدهما ملك مرشد وعلى الآخر شيطان مفتر هذا يأمره وهذا يسجره وكذلك من الناس شيطان يحمل الناس على المعاصي كما يحمل الشيطان من الجن هذه هذه نقطة وهنا يأتي علاج الوسواس والوسواس مخالف للعقل والحكمة وكثرة تكرار الوسوس على النفس تؤثر سلبا عليها كما أن الإيحاء الإله الملائكي وكثرة تكراره في النفس يؤثر إيجابا عليها وهذا سر الأمر بذكر الله تعالى ذكرا كثيرا لأن النفس إذا لم تملى بذكر الله فسيدخل الوسواس الشيطاني الشهواني إلى الفراغ الحاصل في نفس الإنسان ولقد حث الإسلام العظيم على ذكر الله فقال القرآن الكريم اذكر الله ذكرا كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وقال الصادق عليه السلام ما أبتلي المؤمن بشيء أشد عليه من خصال ثلاثة يحرمه أو يحرمها قيل وما هن قال المواسات في ذات الله والإنصاف من نفسه وذكر الله كثيرا أما وإني لا أقول لكم بالنسبة إلى ذكر الله أما وإني لا أقول لكم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولكن ذكر الله عندما أحل له وذكر الله عندما حرم عليه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا علمت أن الغالب على عبد الاشتغال به نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتي فإذا كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو حلت بينه وبين أن يسهو أولئك أولياء حقا أولئك الأبطال حقا أولئك الذين إذا أردت أن أهلك الأرض بعقوبة زويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال واعتبر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الذكر ذكر الله صلاة فقال لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله قائما كان أو جالسا أو متجعا إن الله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وهناك من ذكر من العلماء عن تأثير الإيحاء المكرر في النفس الإنسانية ولكن بمفهوم التلقين فقال إن الكتب التي جاءت لبناء الإنسان كالقرآن الكريم والكتب التي كتبت في الأخلاق وتستهدف بناء الإنسان وبناء الاجتماع تكرر المواضيع بحسب أهميتها يعني يأتي تكرارها في هذه الكتب حسب أهميتها ويكثر التكرار في القرآن الكريم ويتساءل البعض لماذا هذا التكرار في حين أنه لازم أن التلقين هو من الأشياء المفيدة لبناء الإنسان التلقين شيء مفيد ومهم وضروري ومؤكد في علم النفس لمفيد للإنسان لو أراد الإنسان أن يبني نفسه لوجب عليه أن يلق نفسه تلك الأمور المرتبطة ببناء نفسه ويكررها مرارا ويزداد تأثير تلك الأمور التي ينبغي أن تؤثر في نفس الإنسان من خلال التلقين والتكرار فسبب تكرار الأدعية وتكرار الصلاة في كل يوم عدة مرات ودائما هو لكي يقول الإنسان ويسمع ويقرأ بنفسه ويستمع إلى تلك الآيات التي تبنيه مثل سورة الحمد المباركة فالتلقين هو من الأمور الضرورية وسبب أنني ألقن نفسي في بعض المسائل مطلبا باستمرار هو يشير إلى أهمية هذا المطلب ولذا ينبغي تكرار المسائل المهمة وأن يقوم الخطباء بالتكرار ويلقن المستمعون أنفسهم باستمرار حتى تؤثر في النفوس إن شاء الله ويقول أيضا بعض العلماء وكان الشيخ الجليل آية الله الشيخ محمد علي الشاه آبادي يقول إن المثابرة على تلاوة آخر آيات سورة الحشر المباركة مع تدبر معانيها في تعقيبات الصلوات وخصوصا في أواخر الليل حيث يكون القلب فارغ البال مؤثرة جدا في إصلاح النفس وفي الوقاية من شر النفس والشيطان وكان بعض معالجات اليهود للمريض أنهم يهمسون في أذنه ببعض آيات من سفر الخروج التي تقول إذا أصغيسون لكلام الرب إلهك وعملت ما هو حق في نظره واستمعت إلى وصاياه وحافظت على جميع فرائضه فلن أرسل عليك أي مرض من الأمراض التي أرسلتها على المصريين فإني أنا الرب الذي يبرئك إن هذا الهمس والإيحاء وتأثيره يعرف في علم النفس الحديث بالإيحاء الذي يؤثر في النفس الإنسانية تأثيرا لا شك في فعاليته ونجاحه كما تدل تجارب هؤلاء العلماء على ذلك ثم نأتي إلى نقطة أخرى تنوع الوساوس في هذا العصر الوساوس الشيطانية كانت وسائله في الماضي أقل خطرا ودخولا إلى المجتمع المؤمن أما اليوم أيها الأحبة في هذا الزمن فلقد كثرت الإغراءات وقلت الكوابح والموانع فسبل الشيطان مفتوحة أبواق الضلال مرتفعة وصوتها عال في كل المجالات في هذا الزمن أصبح المؤمن فيه قابضا على إيمانه كأنه قابض على جمرة من نار فالوساوس في هذا الزمان تأتي بألف ملبس وملبس فلابد من اللجوء إلى رب الناس وملك الناس وإله الناس والاستعاذ به من هذه الشرور في كل أشكالها وصورها من أصدقاء السوء من الجلساء المنحرفون من الولاة للجبابر والطواغيط الكتاب والخطباء والشعراء والفاسدون منهم طبعا والمدارس الإلحادية والالتقاطية المخادعة ووسائل الإعلام الفاسدة وما أكثرها والأنترنت إلى غير ذلك مما يندرج تحت مفهوم المفهوم الواسع للوسواس الخناس إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا قو الإنسان إيمانه وعقيدته وثقافته الإسلامية وارتباطه بالقرآن وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا يستطيع الشيطان إلى قلبه وإلى عقله وإلى روحه سبيلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة